نحن متابعاتنا الرياضية مستمرة لأن أولمبياد باريس والمشاركة المصرية فيها جاءت في اليوم الثالث على التوالي وكان فيها منافسات بطولة كبيرة في مفاجآت حصلت في الأيام اللي فاتت ولسه منتظرين الأفضل بالطبع لأبطالنا المصريين اللي بيمثلونا في باريس 2024 بتأكيد يعني كل ده حنتكلم عليه النهاردة وبصحبتنا الناقد الرياضي المتخصص في الألعاب الأولمبية الأستاذ سيد علي المشاركة النهاردة في السوديو صباح الخير صباح الخير عليكم على كل الشعب المصر العظيم في البداية هي مادلية واحدة برونزية اللي قدرنا نحصل عليها حتى الآن في سلاح المبرزة محمد السيد تقييمك إيه لمحمد السيد ولمادلية اللي حصل عليها وتقييمك إيه لمجمل المسارات اللي انت شايفها خلال أولمبياد باريس أولا طبعا في البداية مبروك طبعا لمحمد وميدالية يستحقها أكيد وكنا طبعا نتمنى الأفضل ليه وقبله كنزيات كنا نتمنى له الأفضل كمان ولكن احنا في طريق مصر عموما مش مميزين أو مش لعبتنا أو السلاح تمام احنا جبنا من علاء أبو القاسم قبل كده ميدالية دلوقتي جبنا في لندن 2012 دلوقتي جبنا ميدالية محمد السيد دايما في البداية ما بقاش مصر بتجيب ميداليات احنا دايما ميدالياتنا بتبقى في الآخر وده اللي الناس ما بتبقاش واخد بالها منه قوي يعني لو نفتكر الأولمبياد توكيو احنا جينا في آخر يومين جبنا تقريبا أربع ميداليات ليه عشان خاطر الألعاب المميزين فيها بالفترة موجودة في الآخر اللي هي رفع الأسقال مصارعة تايكوندو خماسي مؤخرا الخماسي نضم ليهم خلال الفترة الأخيرة يعني عشان المنافسة المصرية في الخماسي بقت قوية جدا أفضل لعيبة في العالم بقيت بدي انت بتمتلكهم فنتكلم بشكل عام عن بعثتنا المصرية لا البعثة المصرية بتقدم مستوى قوي جدا ان انا اظهر كل يوم عندي لاعب بينافس بالمنظر وبالشكل المشرف للرياضة المصرية بهذا القدر ده مش حاجة قليلة ده حاجة كبيرة جدا زيادة السيسي شفناه رابع أولمبياد هو مصنف أول عالميا هو كان كسبان الناس دي كلها من قبل كده ظروف بسيطة يعني حصلت كان قريب ان هو ياخد ميدالية ولكن هو قدر ان هو يصنع حدث وده الصح وده الأفضل ان انا ابقى موجود دايما بنافس انا مش مش بشارك بقى مشاركة وخلاص في لعيبة دانية معانا او متشارك يا اما بتاخد خبرة يا اما اللعيبة احنا عارفين ان مستواها انا بوديها الولمبياد عشان اكون بأهلها او افضل بستمر في المستوى التصاعدي عشان اطور اللعبة دي في مصر فكرة الاحتكاك نفسه مع المستوى الدولي بصي انا مع حضرتك فيها الاحتكاك ولكن الاحتكاك برضو يكون فين احنا بنبص بقى شوف اللعيبة بقى اللي بتعمل الاحتكاك ده كام في لعيبة هي اصغر لعيبة في الاتحاد السلاح 14 سنة 14 سنة بوديها الولمبياد فانا نسخة الجاية لوس اندروس هيبقى عندها 18 سنة تمام اللي بعدها 22 سنة محمد السيد اللي جاب مداليا ده 21 سنة يعني هيدخل معك 3 الولمبياد كمان معندوش مشكلة ان هو ينافس مش بس يخش بحاجة قليلة فدي حاجة احنا وصلنا لها في الفترة الاخيرة في مصر الموضوع ما كانش قليل يعني احنا نوصل للحتة دي لأ جماعة احنا احنا تطورنا جتير جدا وبقى كمان عندنا قاعدة على المستوى الشباب الصغير طلعها بتنافس مش بس سنة واثنين لا انا بنافس على مدى عشر سنين اما انا اصنع بطل انه يفضل موجود على القمة عشر سنين دي مش حاجة سهلة بس احنا اخر مداليا دهب حصلنا عليها كتكرام جابر لا في ريال اشرف توكيو في الكاراتين ولكن احنا الكاراتين مش معانا فنقول في الالعاب اللي كانت معانا كانت كارم جابر بس هنم تعودين فعلا بنحقق مدليات في الالعاب الفردية بالضبط احنا في الالعاب الفردية مميزين في الالعاب النزلية مميزين في الالعاب رفع الاسقال طبعا هو حد سوالا حرج 14 ميدالية أولمبية المصر فيه الرافع الاسقال فرافع الاسقال من الاوناشو المصرية احنا نقدر نقول ان هو اكثر الاتحادات قوة ومنافسة طبعا الربعين المصرين بينظر لهم باحترام كبير جدا على المستوى العالمي ارقامنا دايما هي من الارقام العظيمة اللي بنحققها بين بداية سيد نصير فيه امستردام الف سمتين وعشرين واول ميدالية زهبية في تاريخ العرب وافريقيا كانت عن طريقه فاحنا دايما ماشيين في القطاع ده بشكل كويس كنت هتقول حاجة على كرام جابر قلت ان احنا مش في ريال اشرف بس كرام جابر احنا بنعتبرها هيا ليه؟ عشان خاطر احنا المصرعة موجودة خلاص الكاراتي مش موجود فيه برضو حتة ان هو ان انت فيه العاب انت مميز فيها مش موجودة زي السكواش زي الكاراتي انت عندك الكاراتي حضرتك موجود فيه ثلاثة او اربع لعبين تصنيف اول عالمي فانا لو انا موجود ومكمل اكيد هجيب ميداليات احنا في توكيو جبنا ميداليتين في الكاراتي وكنا قريبين من التالتة فدي مش حاجة كانت يعني قليلة فدي بتبقى حاجة انت تتحرم منها بتبقى يعني حاجة بتبقى صعبة بتشكل عليك ضغط بعد كده في الجدول العام في الترتيب الميداليات ده بيفرق طيب كلمنا عن التأديف والمركز الخامس اللي حققوا احمد خالد داتيتو ومحمد علي التجديف من الرياضات اللي احنا بنقول عليها ان هي يعني لسه برضو محتاجة سنوات عشان ننافس قبل ما نتكلم عنه النهاردة عبدالخلق البنة هيلعب في دور ربع النهائي في التصفية بتاعته قدامه فرصة طبعا ان هو يحقق انجاز جديد لمصر في الرياضة التجديف ولكن التجديف من الالعاب اللي احنا برضو مش بنعاول عليها في ميداليات ولكن المشاركة وان انا اعلى بيها في الرتم بعد كده ان الرياضة دي انافس فيها فيما قادم او فيما هو قادم يعني ده اللي احنا بنشارك بيه دلوقت ولازم الناس تفرق ما بين رياضة انا داخل انافس فيها ما بين الرياضة انا داخل عايز احتكاك وعايز اطور مستوى ما بين الرياضة انا بعدي فيها جيل جديد وفيه اجيال مثلا زي الفولي في الالعاب الجمعية مثلا بيحصل فيه احلال وتجديد حاليا الفولي خسرنا امبرح قدامه دنمارك لا سوري ده اليد ده الهاند بول الهاند بول طبعا لا المستوى مستوى امبرح 27-30 مش مش حاجة وحشة برضو النتيجة هايز اقول حكا فرنسا صاحبة الميدالية الزهبية في اولمبياد توكيو خسرت امبرح من النرويج يعني على ارضها الولمبياد عندها فخسرت امبرح وقابلها خسرت من الدنمارك ده بيبقى ايه السبب يعني تخطيط ولا فيه جزء حظ كده بالنسبة لينا ولا بالنسبة احنا وغيرنا لا بالنسبة لينا الاتحاد المصري للكورت اليد بصراحة هو ماشي بخطة ثابتة بعد الاسباني اخوان بعد اسباني باروندو جاب اخوان كارلوس باستوري المدير الفني الحالي ده المدرس بتاعه يعني باروندو والتلميذ فانا بعلى فانا وصلت المستوى حلو جدا فيه بطولة العالم عشرين واحد وعشرين اللي قيمت طبعا في مصر صحيح احنا محققين كويس في المصر بالضبط وبعدين انا بطل افريقيا ومعايا جيل يضم مجموعة من افضل اللاعبين على مستوى العالم فده حاجة بتخليني ان انا ليه مطمحش بتخلي المدير الفني الاجنابي عايز يجي يدربني برضو عايز يحقق انجاز معايا طبعا يعني باستور ده واحد من الناس هو حقق كل حاجة هو حيكسب على اسبك فهو عايز اما يقول انا نجحت مع دولة في افريقيا احنا يا حضرتك الهندبول دايما اوروبا اما بيتشوف بقى المنتخب المصري بيلعب ما بتعتقدش ان ده منتخب جاي من افريقيا هم بيتعاملوا مع المنتخب المصري بيعني حذر شديد جدا جدا يعني انا اقول حاجة حاجة في بطولة العالم هنا في مصر 2021 منتخب الدنمارك عمل كل ما هو تعجيزي للجنة المنظمة اثناء البطولة عشان خطر المنتخب المصري ما يظهرش بالقوة ده عشان احادت موضوع الجماهير هم اللي كانوا رفضين اكتر منتخب المنتخب الدنماركي خوفا من قوة المنتخب المصري رغم ان هم الدنماركي اللي لسه يخدم طولة عالم وخدوها هنا ويجوم خدوها بعدها في 20-20 فانت كمنتخب يمتلك مجموعة قوية جدا انت عامل حالة كده في العالم ومنتخب جاي من افريقيا لا مش بتنافس بس لا ده انت بتنافس واي حد حد مهما كانت قوته انت قادر ان انت تهزمه طيب فرص الفريق بتاعنا في الكرة الطيرة ايه لا الفرص فريق للكرة الطيرة صعبة جدا هم حزهم وحش جدا هم وقعوا في مجموعة بتضم افضل ثلاث مدارس في كرة الطيرة في العالم بولندا والنهار ده يلعب ايطاليا والبرازيل يعني انت بتلعب في البولندا ايطاليا والبرازيل تشوفوا المجموعة كده لعالموضوع صعب جدا بالجانب ان المنتخب الحليب نعمل نظام يعني احلال وتجديد فيه عبدالله عبدالسلام وفيه احمد صلاح اللي اتنين نقدر نقول ان هم يعني اما اعتزلوا فبي اعتزلوا دولي يعني فبيحصل موضوع احلال وتجديد فانا الفترة اللي جاية بشوف بقى العناصر الشابة المنتخب دلوقتي المعدل العمر فيه 24 سنة 25 سنة فانا بابني لللي جاي وكمان حظهم صراحة ما كانش افضل حاجة في القرعة ما جمع مع منتخبات قوية جدا ولكن في المباراة الاولى هم اخسروا 3-0 ولكن قدموا اشواط مميزة وقوية اللي جاي بقى بعدها ان انا بقى ارجع فبطولة العالم اقدم منظر اقوى تالصح طيب مصر بلغة الارقام بتحتل المركز الـ 22 في جدول ترتيب المديليات عالميا تفتكر احنا ممكن نكسر الرقم ده تفتكر ان فيه العاب ممكن تخلينا نطلع عن هذا الرقم انت بتراهن دايما على الايام الاخيرة بالضبط انا براهن على الايام الاخيرة ولسه بقول ان السلاح قادر يجيب ميدالية تانية في الفرق وخلصنا الفردي لسه الفرق هيبدأ من النهاردة ان شاء الله السلاح قادر منتخب السلاح سواء الشيش او السف العربي الاتنين قادرين ان هما ان شاء الله ينفسوا كتيم كويسين اداءهم كويس ممكن يكون ان شاء الله يقدروا يجيبوا ميدالية تانية ثم الخماس الحديث احنا طبعا براهن فيه ميداليتين ثم رفع الاسقال عندنا صار سامير وكريم كحلاء في التايكون دو عندنا سيف عيسى وآية شحاتة برضو في المصارع عندنا كيشو وعندنا عبداللطيف منيع فدي كلها اسماء مرشحة بقوة الى ان هي توصل لميدالية باذن الله دول امتى هيبتدوا لعبهم؟ هو ان شاء الله هنبدأ من يوم 5 اغسطس بقى اللاعب اللي هي المنافسات النزالية بشكل اكبر وباذن الله يعني يكون حظهم هو الاوفر يعني ما يقابلهمش سوء حظ طبعا والاهم طبعا بنطلوبه من كل السوشال ميديا يعني يا جماعة برضو الناس تبقى مقدرة التواجد في الاولمبياد ده مش حاجة سهلة طبعا انا موجود وسط اعظم وناس تعبت ويعني رتبت حياتها بالزبط 1500 لاعب بنفسها ل 900 ميداليا الموضوع مسهل صحيح مصر موجود في كل المنافسات دي مش حاجة سهلة صحيح صحيح احنا بنشكر حضرتك شكر كبير الاستاذ سيد علي المحلل الرياضي المتخصص في الالعاب الاولمبي شكرا لك شكرا لك شكرا لك